حنا اليوم جايين نعلن عن براند شيخ في مجاله الحين في كل مجال لمن يطريننا مثلا مجال السيارات واللي بيشتري سيارة يقولون من شيخ هذا المجال؟ روح الوكالة عبداللطيف جميل وروح الوكالة ناغي طيب الكافيهات من الشيخ فيها مثلا يعني ستارباكس دانكن مثلا مطاعم الرز واللحم روح للناضج طيب لو جينا المجال أجهزة الشعار من الشيخ في هذا المجال؟ لو بنذكر اسمين ثلاثة واحد من ضمنهم كلارة بلا مناسب ما يكاد فيه بيت تسكن واحدة من خواتنا الغاليات إلا جهاز كلارة موجود عندها الفكرة مو هنا يا إخواني وخواتي الفكرة في طريقة التسويق يعني عالم التسويق عالم عجيب غريب اليوم الأعلام طريقة مختلفة قصة من وحي الخياة شوف نحن اليوم معزومين على حفلة زفاف أخونا فهد أخونا فهد يحب سوير بالحيل بالحيل عشان كذا حاجز في برج الفيصلية في أعلى دور شوف يا جماعة شوف الله يبرك لهم يا رب والله سوير مهب بسيطة اللي ما خدت العقل فهد ما شاء الله ما شاء الله وين هم سارة وين فهد فهد بدل ما يجيب طقم ذهب ولا طقم ألماس جايب السارة جهاز ملك لارا البراند الأشهر في عالم أجهزة تصفيف الشعر تعرفون هذا الجهاز؟ خوات الغاليات مليون في المية يعرفونه إن كان هذا الجهاز خاص في خواتنا الغاليات لكن أنا كلامي موجه لإخواني الغالين الرجال العيد قرب وخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وخالاتنا وجداتنا وعماتنا يستاهلون إن نقدم لهم هالهدية الطيبة عشان ما يحترق جلدهم جهاز فيه ثلاث درجات حرارة مية وخمسين مية وثمانين ميتين وعشرة يناسب لكل أنواع الشعر والله إن أهلي يستخدمونه جماعة هذا الجهاز إذا استمر شغال 60 دقيقة يطفي من باب السلامة عشان ما يحرق عليكم أي شيء لا سمح الله الجهاز ممتاز اهدوه حبايبكم خواتنا الغاليات مع العيد وتراه أجمل هدي لأنه بيختصر عليها زحمة الانتظار في الصالونات حق التجميل والروحة والنزلة والطلعة هذا جهازها موجود عندها في البيت وتضبط تسريحة العيد على كيفها في بيتها شوف أبو أربية الجهاز هذا عندها البيتي وعند بنيتي شوف ترى والله لسنة يا غازي تقريبا شوف ما شاء الله الله يخليها لك هل كلها ستخدام سهل وسريع شكرا يا عمي غازي الصيف ده والمناسبات جد يا قلبي يا غازي شوف دلع ترى مرة يا أبو أربية والله العظيم إني ما أعرفه ولا أدري عنه تعرف الأشياء هذه تخص النساء وأنا بعيد أنا هتل للبعد لكن يوم دخلت أرسلته لأم غازي قالت والله يا أبو غازي عندي ثلاث سنوات بالله جد وانسان فيه كرتون باكي جاهدني ما هي علي يد شحيح يا أبو غازي أهد زوج تكمنه كرم هديها روح لقلبي جلبي بعطيها كبه حينما أنا بقلبي روح اشترلك لنجيزي أن أبنهديها على حساب كنت يا حيوتة تطرقها لا لا بالعكس اليوم عرض ما ينتفوت يا جماعة وعليه ضمان سنتين والله العظيم أنصحكم فيه وبقوة ويعلم الله لو هنة ما يستخدمونه في بيوتهم والله ما أعلن عنه لو يا شيخ يصير الإعلان بمليون ريال لكن الشي الزين اللي نرضاه على هنة نرضاه لكم ولاني لي ثلاثة أيام كل ما جاء أرجع للطائف يجي عندي شغل وأنا من الناس اللي إذا صار عندي شغل ما أحب أرجع مرة بعضهم إلى راحل شغلة وجاء الشغلة الثانية قال خلوها اليوم الثاني قام يمثمثها ما يذكيها ذكش خالك لا ترجع المسكة طاسك وهلك اللي أنت منجي زمورك كلها عشان ما تدقيك الحسافة الحسافة تدلون أننا تدقيك فنحة إلا رجعت لهلك تقول وحسافة قضيتني ولا قضيت شغلة الثانية فأنت تمم شغلك كله وامورك وكل الي يزمك وبعدين يرجع مرتاح مريح راسك فالمكان هذا يا قرب السماء ويا بعد الأرض بعدها العلم ويش يا ابو ربي العلم فيه علوم يا بو غازي حنا فهد عازمنا على زواج سارة والله خلو نعرفهم ولا ما نعرفهم وش الزواج هذا اللي ما درانا على غير اليوم لا والله ما نعرفهم من ربعنا؟ لا لا ما هم من ربعنا حالا فستان يسحد وش هدرو هذا فستان ها وش عادي هيا بسم الله من الإبداعات اللي صايرة في التسويق الفترة حالية تعرف عالم التسويق عالم مختلف في كل تفاصيل يا بو غازي فسووا قصة من وحي الخيال أن اليوم معزومين على زواج فهد على سارة شوفوا شو مهدي لسارة الناس تهدي ألماس تهدي ذهب هو مهدي لها هدية مختلفة بتفيدها خمس سنوات قدام تعال ما شاء الله والمكاء تبارك الرحمن أيو الله قدم لها يا بو غازي هدية طيبة وجميلة وأنا أتمنى والله من كل إخواني يرجع أنهم خصوصا هالفترة مع العيد يهدون بنياتهم أمهاتهم زوجاتهم عماتهم خالاتهم جداتهم بدل ما تروح للصالون وخطوط وزحمة وانتظار وجيك يا محروق رأسها يا خربان شعرها يطول فسرة ما يرحقها الدهو هذا الجهاز يا بو غازي جهاز البراند معروف وآمن وسليم وتراه موجودا في بيوتنا كلارا يا خواتي الغاليات أكيد أن أغلبتني أعرف هذا سهل الاستخدام ويرتب الشعر ويعطي جمالية ما يحتاج ترحيل للمشغل والله هالسرة على اليمين وعلى الإسار تزودين وثنكسين على كيفت هذا ما يحرق الشعر أو يكسره أو يعدم شعرت علي هذا يعطي نتيجة سريعة ويطول يعني ما يبرمه شوي وخلى يا ولد يعطي شعرت يشوي خمسة بشعرتك فنان عشان أكون واضح معكم والله يوم دخلت ونلقاه كذا فالمحل هذا ونطقه بصورة وارسله للمغازي قالت يا ولد أنت وين كان ناس واصلت صحيح القمر ولا تعرف كلارا هذا اللي عندي ثلاث سنوات ويتصوره ويترسله فجميل ويستخدمونه وأنا نصحكم فيه ورهيب ايض الله وجيكم يوم خدتوا لها ليكم وانا النشارة شوف شوف ابو طرف كم حمل انا بهدي يوزع فالحارة واصل ما اخذ شي لاجمدي هذا يوزع على عيكا ورطيه فالاستراح بشيلو ثم جانا قال انا ما عندي شي انا ما عندي شي وانتم لزيتوني ما اعطيتوني شي ارجع ارجع يا غازي خلافك الستوشفار اخلافك الستوشفار اخلافك الستوشفار الله تتلبونا هاي لكم ايو الله سيف ما نبهلنا هلاص يا ابو غازي الناسبوع هنا نشفتوا احلوبا احنا وش نسوي يا الرب عندما تخولونا ثم بعدين تقولوا نبه قلنا خواناك يوم يومين ما هو بتسمدنا اسبوع كامل طيب اش سوي عندي شغل طيب ابو غازي طيب ابشر ابشر بس عدها الحين اركب على الافجيح هذا ثم مالك غريك يا ابو غازي اركب علي كل ما ينسى القيق تقولي انفربه من القاعجين اركب علي الله بذن الله يا ابو غازي يا الله يجيبنا لها النسال عامي 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 يعني يوم دع اسلي هو بشوق من غضاري فرقبت يطيك تك 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 يا شيخ عيون قطة طالما ره هذي غضاريك ودعت ناجح من مطار القريات يوم مركبونا الطائرة هوش لعاتنا الله الله لو تنفجر قامت تذيع المحطات راح تتدور قشنا مع جثثنا استودعك الله يا ابو ربي اتبال اخواني ابو غازي وانتبالولد العمى الله الله في السرعة وانتقم تم حط الموتر والطايف من ويطير والعيد لا حقين عليك تراك لدمك وبوك الوحيد والفلوس اللي تصرها لك خمس سنوات ترا يمك في غلطة بسيطة تروح كلها الله الكريم احطيك بلا حديث وبالموت لانتخاف انا لا يتصورت هلا يا بوربي